بسم الله والحمد لله أنا سامي ساكوحي ناشط بالمجتمع المدني مترشح الانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية بوسالم بلطة بوعوان أول ما أبدأ به تدخلي هذا هو كل الشكر والتقدير لأهلنا في بوسالم بلطة بوعوان على المساندة والدعم الذي من خلاله أنا اليوم متواجد في الدورة الثانية الانتخابات التشريعية أما الآن نمر مباشرة إلى صرد موجز البرنامج الانتخابي في المجال السياسي العمل على نظام حكم رئاسي يقوم على الفصل الصارم بين السلطات التنفيذية التي هي الرئيس والتشريعية البرلمان والسلطة القضائية ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس بما يتيح له العمل على الإنجازات والإصلاحات اللازمة في المجال الاقتصادي التشجيع على الاستثمار المحلي والعمل على تحقيق التنمية الشاملة للجهة في إطار العدالة الاجتماعية باعتماد نظام اقتصادي محلي وجهوي يزاوج بين الاقتصاد الحر واجب الدولة في الرعاية والرقابة والتحفيز على محاربة الفساد بكل أشكاله في المجال الاجتماعي العمل على إنشاء صندوق للتمويل خاص بالأرياف والقراء والعائلات المعوزة بشروط موضوعية وميسرة التصدي لغلاء الأسعار والاحتكار والمضاربة تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية والعمل على دعم الحقوق والوظائف الاجتماعية للمرأة والأسرة في المجال الفلاحي والمهم جدولة الديون لصغار الفلاحيين ومراجعة أسعار مياه الري توفير الأسمد والبذور بأسعار معقولة العناية والإحاطة اللازمة بمنتجية الحليب ومربي الأبقار مع مراجعة أسعار العلف أهلنا في بوسالم وبلت أبو عوان أطلب دعمكم الكبير ومساندتكم يوم 29 جانفي ابنكم ومرشحكم سامي السكوح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر